و اقول لكم بللي هذو الكوكوت الغوتي درتهم غير فلا كوكوت بالاليزي بيتشوفوا هاذ القوامل تحت الصلصة اليزامي و هاذي لابيوعة ده بوم دوتاق موسلين اروحو تشوفوا و يحبوها كبار وصعام نديرو لابوم دوتاق مع شوية الملح نخليوها تغلي فلا كوكوت ندير زبدة و الزيت نجيبو الكوكوت الزيت هناليزامي سمعوني مليح لازم نقليهم مليح غير في الملح في الفلكحل والبصم هذا ما كان مليزم يتقلوا بيام بيام واحد خمستاش دقيقة تظلوا تقلبوا فيهم حتى يتقلوا اذا تحرق لكم هاكا شوية عاونوها بالماء حتى تشرب هاذا كلماء و يزيدوا قليوا واحد خمستاش دقيقة و بعد نزل نمرقوا في غلافها بشوية نتعلمها ماشي بزاف و نغلقوا لها كوكوت يتبولي واحد عشر دقائق ها ماشي بزاف نتعلمها لازم نشوفوا لي كويس هذو و بعد لابوم دوتاقية يتغلات سايي طابط نتعلمها لازم لازم سواء تقدروا في هذيك الصفاية معليش انا درت شوية تعال الحليب سخن شوية تعال الحليب مغرفة كبيرة تعال الزبدة و شوية تعالك خيم فخيش نخليهم حتى يغلي و نحطوهم على جانب نعود نرجعو هذيك الأبوم دوتاق فوق النار تنشف و نزيدو لها قرب شوية هذك الحليب والزبدة ولا كخيم فخيش حتى تشربوا و نقلبوا فيها و راهي وجدها الأبوين نحطوها فوق النار حتى تعقل و راهي هنا النتيجة رائعة ان شاء الله عجبتكم الوصفة نقلكم صحة فطوركم ديروا جيم ديروا ابوني و بارتاجوا مع صحابكم باي باي اشتركوا في القناة